اثنان وخمسون خرقا ومؤشرا سلبيا رافق العملية الانتخابية في يومي الاقتراع الخاص والعام في بغداد والمحافظات كشفت عنها المفوضية العليا لحقوق الانسان خلال مؤتمر صحفي كان من ابرزها حرمان العديد من النازحين في المخيمات من التصويت بسبب عدم تسجيل اسمائهم او تطابقها في السجلات الخاصة وتوقف اجهزة البصمة والاقتراع في السليمانية واربيل مبكرا وما يزال التحقيق جاريا حول نتائج الانتخابات المسربة في كاركوك نتحدث عن خرقات انتخابية كبيرة سوف نكمل ما تقوم به في فرقة تقصي ونرسله بشكل مباشر الى مفوضية الانتخابات لامكان اجراء معالجات مباشرة حتى لو اضطر هذا الامر امكانية التدخل لعادة الفرز اليدوي في اماكن معينة وتحدثت تقارير الفرق الميدانية لمفوضية حقوق الانسان حول استخدام جماعات مسلحة لغة السلاح بوجه نازحين عائدين لمناطقهم في صلاح الدين لمنعهم من التصويت كثير من الاجنحة المسلحة والاجنحة العسكرية مارست الضغط لتغيير قناعة المواطن العراقي او الناقب العراقي بيدلا بصوته سواء كان في صلاح الدين ويثرب والفرحاتية مثل ما تفضلت او حتى بما اشرنا اليه في بغداد في عقرقوف ايضا تم هناك مهاجمة المركز الانتخابي في عقرقوف من قبل جماعات مسلحة لغرض تغيير قناعة المقترعين اما بشأن الاقتراء الخاص فكانت هناك ممارسات ضغط وتهديد بحق منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية لغرض الادلاء باصواتهم الخروقات التي رصد ستتحملها مفوضية الانتخابات لقلة فرقها العاملة في المراكز والمحطات الانتخابية ببعض المحافظات وتلقاء عمل اجهزة العد والفرز الالكتروني اضافة الى ان حملات تثقيفها للناخبين كانت ضعفة هذه الحزمة من المشاكل ادت الى حرمان الالافي من المواطنين من حق التصويت اعتماد بضاقة الناخب القديمة لاحظنا فيها وجود خلل واضح من واجبات مفوضية الانتخابات ان تقوم بتثقيف المواطن وتوعيته لاصدار بضاقة الناخب الحديثة او تحديث السابقة هذا الخلل جدا واضح موجود وستنشر المفوضية تقريرا مفصلا عن مراقبة الانتخابات النيابية ورفعها الى الحكومة العراقية ومجلس النواب ومفوضية الانتخابات والامم المتحدة ليكون متاحا للرأي العام عشرات الخروقات الفنية رصدتها مفوضية حقوق الانسان على سير العملية الانتخابية ومفوضية الانتخابات الا ان جدوى نتائجها ستبقى مؤجلة ضمن جدول زمني مفتوح برأي البعض من دخل مفوضية حقوق الانسان ببغداد زياني الحراء